اشتركوا في القناة 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 الاسعار اشتركوا في القناة 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 العصير فراولة باللبن. اه قلت بقى اجهزه بحيس ان هو لحد الفطار كده يبقى سائع شوية ويبقى جاهز معي. عملت كمان جنب الكفتة اه رز. اه قلت سقيه بقى كده ويعني انا بصراحة بخليه على اخر حاجة قبل الفطار. ان انا بس كده اخليه على التسوية بتاعته. هنا الكفتة جنزت واخلصت كده الفطار وفطارنا الحمد الله. قلت بقى كده بعد الفطار قلت اتنشط كده بقى واخلص اه السجاد. اه مبدئين كده انا كنت غسل السجاد اصلا قبل رمضان وكنت منظفه وكله نضيف الحمد الله. اه بس هما كده كان فيه كم سجادة كده وكم الشاي محتاجين كده ان هما ينضفوا على الماشي. اه خصوصا ان انا الفترة اللي قبلها كان فيه شوية تراب كده وكان فيه اه عفرة شوية كده في الجو. اه فقلت بقى لا يعني الكمب الشاي دول كده هقصلهم حتى حيث بفرحة العيد والمرة هما يبقوا اه نضاف لانه بيبقى عليهم ضغط شوية. اه فغسلتهم. انا ليه طريقة بقى في اه غسل السجاد ان انا بحب احط السجاد اه كله فوق بعض. اه بس عام حاجة يعني تكون السجادة مش متوسخة اوي يعني شوية تراب كده وبس. بحط السجاد فوق بعض وبعد كده ببتدي اخسل اه 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 حاجة حاجة الزغير الاول مشات مسلا من فوق والسجاد الكبير من تحت. اه انا بحب اعمل حركة دي ليه ان انا بوفر معي اه مية لاني ما بجيش بقى ان انا كل سجادة تبقى نشفة واترى احط مية تاني وارحط اريال تاني. فهي بتوفر معي مية واريال بحيس ان المية بتبقى نزلت على السجاد يعني اللي غسلت بسهر من الشاي السجادة اللي تحتها بتبقى فيها مية فباجي احط الاريال وبسرعة بسرعة بخسلها اه او احط اي مسحوق يعني عمت بشياريال بس. اه فبخسلها فبتبقى سهلة معايا ان انا اقدر اخسل كزا حاجة وارا بعض وبتبقى فيها مية كده اه بيبقى معايا الغسل سهل جدا وبنجز يعني. اه بس كده يا حبابي ده كل الفيديو اه اه متنسونيش باللايك طبعا والاشتراك في القناة اه وشكرا جدا جدا على تعليقاتكم. اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.